أدى الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليمين يوم الأربعاء رئيساً لمجلس السيادة الذي سيدير الحكم في السودان لثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات بعد عقود من الحكم المستبد وأدى تسعة من أعضاء المجلس اليمين خلال ساعتين تقريباً بعد أداء البرهان اليمين وذكرت وكالة السودان للأنباء أن العضو الأخير محمد حسن التعيشي سيؤدي اليمين في وقت لاحق لم يتم تحديده واكتمل يوم الثلاثاء تشكيل مجلس السيادة المؤلف من أحد عشر عضواً والذي سيدير البلاد لفترة انتقالية ويحل ما حل المجلس العسكري ويتألف مجلس السيادة من ستة مدنيين وخمس شخصيات عسكرية وقال الرشيد سعيد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين الذي يعد جزءاً مهماً من تحالف قوى الحرية والتغيير الذي تفاوض مع المجلس العسكري قال إن بدء المرحلة الانتقالية يعني دخول أصعب مرحلة وهي البناء والإصلاح لكن بعض أعضاء المعارضة والمحللين عبروا عن قلقهم إذا أحتمالي أن لا يحقق اتفاق تقسم السلطة التوقعات في بلد هيمن عليه الجيش بدعم من الإسلاميين على مدى عقود وأطاح البرهان وقادة العسكريون آخرون بالرئيس عمر البشير في أبريل نيسان استجابة لاحتجاجات استمرت شهوراً أطلقت شرارتها الصعوبات الاقتصادية والحكم الشمولي واحتفل السودانيون بسقوط البشير لكنهم ضغطوا أيضاً من أجل تسليم السلطة للمدنيين خلال فترة مضطربة من الاحتجاجات والعنف شملت حملة استهدفت اعتصاماً للمحتجين أمام وزارة الدفاع يقول مسعفون تابعون للمعارضة إنها تسببت في مقتل أكثر من مئة شخص في يونيو حزيران ترجمة نانسي قنقر